ميد بريس تقدم أبرز العناوين استقالة جديدة في التقم التقني للراجاء القيمة السوقية لسوفيان الراحمي ترتفع بشكل كبير وتبلغ رقما قياسيا تخيل يدفع حاكم زياش إلى مغادرة نادي التشيلسي قبل أن نكمل لا تنسى وضع لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس استقالة جديدة في التقم التقني للراجاء استقال جواد الصبري من منصبي كمعد بدني لنادي الرجاء رياضي لكرة القدم مباشرة بعد عودة الفريق الأخضر من القاهرة والتي خاد بها مباراة الجولة الرابع من منافسات كأسا الكونفيدراليا وهزم مضيفه براماتس المصري وانتزع على إطري ورقة تأهله مبكرا إلى دور ربع نهائي المصابقة المذكورة وانضم جواد صبري لقائمة المغادرين من رجاء رياضي قبل نهاية الموسم الجاري وصارت الإدارة على اعتماد اسم جديد من اقتراح المدرب الجديد تونسي سعد جرد الشابي الذي أنطت به مهمة تدريب الفريق خلال ما تبقى من منافسات الموسم الكروي المقبل وقرر المدرب الجديد للرجاء الاستعانة بخدمات مواطنه عمر بن ونيسا الذي سيعمل معدن بدنيا في الفريق الأخضر خلفا لجواد صبريا الذي اضطر إلى تقديم استقالته على إتر مهاجمة الجماهير الرجوية له طيلت الفترة الماضية بسبب الحالة البدنية التي ظهر بها لاعب الفريق خلال المباريات الأخيرة وتعد استقالة جواد صبري هي الثانية في التقم التقني لرجاء في أقل من أسبوع واحد بعد أن اختار جمس لامي المدرب الأول للفريق الأخضر الاستقالة هو الآخر منتصف الأسبوع الماضي بسبب الضغوط المهولة التي مارستها عليه الجماهير الأخضر بعد هزيمة الديربي أمام غريمه الويداد الرياضي وطالبته بتقديم استقالته ارتفاع لا يصدق في القيمة التسوقية للرحيم ارتفعت القيمة السوقية للدول المغرب سفيان رحيم مهاجم رجاء الرياضي بشكل كبير عقب التألق اللافت مع فارقه ومع المنتخب الوطني المحلي في كأس أفريقيا لللاعبين المحليين بالكاميرون قبل أسابيع وحسب موقع ترانسفر ماركت العالمي فقد انتقلت القيمة السوقية لهدف رجاء الرياضي إلى 1.30 مليون يورو بعدما كانت في حدود 650 ألف يورو الصيف الماضي وأصبح سفيان رحيم أعلى لاعب البطولة قيمة سوقية يليه تناء الويداد الرياضي ريدة تاقناوتي وأيوب الكابي ب1.20 مليون يورو لكل واحد منهما يشار إلى أن سفيان رحيم خاد هذا الموسم 11 مباراة مع رجاء في البطولة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 أخرى ولاعب 6 مباريات في كأس الكاف سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا آخر توخيل يدفع زياش إلى مغادرة تشيلسي بات الدولي المغربي حاكم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم قريبا من مغادرة النادي للندن في الأيام القليلة للمقبلة وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن النجم المغربي سيتواجد على رأس قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عن تشيلسي في أعقاب الموسم الحالي وأوضحت المصادرات أن قدم توخيل لتدريب النادي بذلا من فرانك لامبارد شكل نقطة تحول في مسيرة زياش مع الفارق حيث خرج بشكل تدريجي من حسابات النادي ويعاني حاكم زياش من التهميش الكبير عليه المدرب توماس توخيل الذي تولى الجهاز تقني للنادي اللندوني خلفا للمدرب المقال فرانك لامبارد ما يقرب رحيل النجم المغربي عن الفارق مستقبلا زيدان يشترط التعاقد مع هؤلاء اللاعبين للبقاء مع ريال مادريد كشفت تقارير صحفية إسبانيا أن الفرنسي زيندين زيدان مدرب ريال مادريد اشترط التعاقد مع ثلاث لاعبين قبل الموافقة على تجديد عقده مع النادي الملكي وقالت صحيفة دياريو غولا لإسبانيا أن زيدان طلب عدة تعاقدات للبقاء في منصبه مدربا لريال مادريد بعد النجاحات التي حققها بفوزه على ليفر بول في دهاب دورة تمانية لدور أبطال أوروبا ثم بارشلون في اللاليغا خلال أسبوع واحد وأشارت صحيفة داتوا أن زيدان في وضع رائع للتفاوض على تجديد عقده مع النادي الملكي لكنه بالطبع يتوقع بعد الانتكاسات في مفاوضته مع الرئيس فلورينتينو بيريز ومع ذلك أراد زيدان أخذ زمام المبادرة وأعطاه بيريز بالفعل قائم بتلاث تعاقدات يجب إجراؤها حتى يوقع عقده الجديد مع النادي الملكي ويرغب المدرب الفرنسي في الحصول على الفريق الذي ينشده قبل التوقيع على أي شيء لأنه يعلم أن الوعود نادرا ما يتم الوفاء بها بعد ذلك وفي الواقع منذ عودته تعاقد النادي مع إيدين هازارد وفيرلاند ميندي فقط من اللاعب الذين طلبه وبقي آخرون مثل بول بوكبا وصاديو ماني وفاز ريال مادريد بقيادة زيدان على ملعبه ب3-2-1 على غريم بارشلونة في الكلاسيكو تحت الأمطار الغزيرة يوم السبت الماضي ليمدد سلسلة انتصاراته للمباراة السادسة على التوالي بجميع المصابقات وينفس بقوة على لقب اللاليغة البنزرتي يفرد قرارا جديدا على لاعب الوداد فردت تونسي فوز البنزرتي مدر فريق الوداد الرياضي لكرة القدم قرارا جديدا على لاعب النادي الأحمر قبل المواجهة أمام مولودية وجدة برسم مباراة الأسبوع الـ 12 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ومنح البنزرتي يومي الاثنين راحة للاعبه على أن يستأنف التدارب اليوم ثلاثاء السعدادة للمواجهة المذكورة وسيواجه فريق وداد نادي مولودية وجدة الخميس المقبل بداية من الساعة التاسعة ليلا على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء تجدر الإشارة إلى أن النادي الأحمر يحتل صدارة ترتيب الدوري الاحترافي برسيد 25 نقطة في حين يحتل المولودية الوجدية المرتبة الخامسة برسيد 16 نقطة رسالة لابورتا القوية للاعب بارشلونة عقب خسارة الكلاسيكو حرس أخوان لابورتا رئيس نادي بارشلونة على توجيه رسالة قوية للاعب فريقه على الأداء الذي بدلوه في مواجهة ريال مادريد بالكلاسيكو يوم السبت الماضي رغم الخسارة وتلقى بارشلونة الخسارة أمام ريال مادريد في الكلاسيكو على ملعب ألفريدو ديستيفانو بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جاءت بالأسبوع الثلاثين من الدور الإسباني وكشف خاف ميخيل الصحفي بصحيفة أس وإداعة أوندا تيرو عن الرسالة التي تركها أخوان لابورتا لفريق بارشلونة داخل غرفة خلع الملابس في ألفريدو ديستيفانو عقب نهاية المباراة وأوضح أن لابورتا هنأ اللائبين على المستوى الذي قدمواه ضد ريال مادريد وأنهم كانوا يستحقون الفوز ولكن التوفيق لم يحالفهم في تسجيل الفرص التي أتيحت لهم ميد بريس تقدم أبرز العناوين استقالة جديدة في الطاقم التقني للراجعة القيمة السوقية لسوفيان راحيم ترتفع بشكل كبير وتبلغ رقما قياسيا تخيل يدفع حاكم زياش إلى مغادرة ناديل تشيلسي